موسيقى التقى مفوض والاتحاد الافريقي للسلم والامن الجزائري إسماعيل شرقي اليوم الأحد بأديس أبابا مع ممثل المرتذقة في الاتحاد الافريقي محمد لمن أباعلي وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أنه ناقش مع ممثل البوليسارو الانفصالية الرسالة الأخيرة التي بعتها ذعيم الجبهة إبراهيم غالي إلى مفوض الاتحاد الافريقي والتي تحتج فيها جبهة البوليسارو على افتتاح بعض الدول الافريقية لقنصليات بالأقالم الجنوبية دخول مفوض السلم والامن بالاتحاد الافريقي الجزائري إسماعيل شرقي على خط احتجاج البوليسارو والجزائر على قرار العديد من الدول الافريقية افتتاح قنصليات بكل من العيون والداخل يندرج في إطار انحياذه لسياسات بلاده ومحاولات تمريره مواقفها داخل الاتحاد ومؤثثات وهيكل المنظمة القرية خاصة فيما يتعلق بالنزاع الاقليمي حول الصحراء وكانت كل من الجزائر واجبت البوليسارو قد احتجتها على الخطوات التي اقدمت عليها بعض الدول الافريقية بافتساحها لقنصليات بعقاليم المملكة الجنوبية ووصفت هذه القرارات بانها انتهاك للقانون الدولية والمتاق التأثيسي الافريقية فيما رثلت البوليسارو رئيس مفوضية الاتحاد الافريقية موسى فقي للاحتجاج على هذه الخطوات يشار الى انه كل من جمهوريات القمر المتحدة وغامبيا والقابون وغينيا كوناكري وصوتومي برانسيبا وافريقيا الوسطى قد افتتحت بشكل رسمي قنصليات عامة لها بالاقليم الجنوبية بالاضافة الى القنصلية الفخرية لسحل العاج فيما اكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقية والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا ان الاقليم الجنوبية ستشهد قبل ما تم هذه السنة افتتاح المزيد من القنصليات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة للمملكة وهو ما اعتبره تتويجا لجهود المغرب الدبلوماثية للدفاع عن وحدة الترابية وتأكيدا على سيادة المملكة على اقليمها الجنوبية موسى قال وزير الخارجية ناصر بوريطا انما بدأ الدبلوماسية المغربية عدم التعليق على تصريحات رؤثاء الدولة لمكانتهم واحترامهم ردا على سؤال حول تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لايقاء تلفزي حول الصحراء المغربية واضف بوريطا في ندوة صحفية بمدينة العيون عقب افتتاح قنصليات جمهورية سوتومي ان الدبلوماسية المغربية تعلق فقط على البيانات التي صدرت من وزارة الخارجية الجزائرية حول فتح عدد من الدول لقنصلياتها بالعقالم الجنوبية للمملكة واشر الدبلوماسية المغربي ان في العالم هناك 193 دولة عدوا في الامم المتحدة وتجد دولة واحدة في اشارة للجزائر هي التي تعلق لماذا هذه الدولة فتحت قنصلياتها ولأي سبب مضيفا ان الجزائر تخرج لوحدها للتعليق في حين انها تقول دائما ليست طرفا في هذا النساع خروج الجزائر للتعليق على فتح دول لقنصلياتها بالعيون والداخل يؤكد بحسب بوريطا الموقف المغربي حول الاطراف الحقيقية لهذا النساع وبالتالي فان الجزائر بالتعبير عن هذه المواقف تفضح نفسها بنفسها وسط المجتمع الدولية واردف المتحدث ان خارجية الجزائر اصدرت بيانا عندما استتحت جمهورية جزر القمر قنصلياتها منذ الشهر غير انه لم يكن له اي تأثير ولم تتوقف الدول عن فتح قنصلياتها بالعقلم الجنوبية مضيفا ان عددها وصل الان اربع قنصليات بالعيون واثنين بالداخل وهذا يعني ان مصر دعم مغربية الصحراء في طريقه ولا يتأثر بالبيانات وابرز المغرب كان لديه موقف واضح ودائم بان دولة الجزائر لديها موقف من قضية الصحراء لذلك فيجب على الجميع ان تحضر الى طاولة المفاوضات باعتبارها طرف مباشر وتحدد مواقف وتدافع عليها في اطار المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة واعتبر ان هناك تناقض كبير في مواقف الجزائر بين خطاب يقول بان القضية ليست مشكلتها وبانها ليست طرفا وبين التعبئة والتحركات والمواقف التي تؤكد بشكل حاسم من هي الاطراف الحقيقية عبرت وزارة الخارجية الاسبانية عن رفضها للخطوة التي اتخذها البرلمان المغربية المصادقة على مشروع قانونين يتعلقان بترثيم الحدود البحرية لتشمل العقلم الجنوبية للمملكة وصفة الخطوة بالأحادية وقالت وزيرة الخارجية الاسبانية ارانشا جونزاليس في تغريدات نشرتها على حسابها الخاصة عبر تويتر خلال اتصالاتنا السابقة مع المغرب اتفقنا بعدم تحديد الحدود البحرية بشكل احادي واضافت ان الاتفاق على تعيين المسافات البحرية بين المغرب واسبانيا لا يزال معلقا لانه تم من جانب واحد موشددا على ان هذه الخطوة تستوجب اتفاقا متبادلا بين الريباط ومدريدة وفقا للقانون الدولي الحالي وصدق مجلس النواب يوم الاربعاء على قانونين يوسعان السلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحرية للصحراء المغربية واعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون نصر بوريطا قبيل المصادقة على النصين كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية مضيفا ان من شأن هذا التحيين ان يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت السيادة المملكة المغربية وثوت اعضاء مجلس النواب الغرفة الاولى للبرلمان المغربية بالاجماع لهذا القانون بالاضافة الى قانون ثان مرفق به ينص على احداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحرية عرض الشواطئ المغربية واكد بوريطا في عرضه امام البرلمان ان تبني هذين القانونين هو مسألة داخلية سيادية لكنه شدد في الوقت نفسه على انفتاح المغرب واستعداده للحوارة والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا لمعالجة اي تداخل في المجالة البحرية للبلدين ربط عدد من المتتبعين سبب استثناء الرئيس التركي رجب طيب اردوغانا المغرب من برنامج جولة الافريقية التي بدأها اليوم الاحد من الجزائر بموقف الرباطة التي ترفض التدخل العسكري في ليبيا ويرفض المغرب التدخل الاجنبي في الاذمة الليبية ويحاول مسك العصى من الوسطة محافدا على نفس المسافة بين جميع الاطراف المعنية جهود المملكة المغربية توجت منذ 2015 باعتماد اتفاق الصخيرات الذي بدلت الرباط جهودا كبيرة لانجازه لتجنيب ليبيا ما وصلت اليه الان لكن ليبيا باتت اليوم مقثما بين حكومة الوفاق الوطنية المعترف بها من الامم المتحدة ومقرها درابلس وسلطة يجسد رجل شرق ليبيا النافذ المشير خليفة حفتر وتدعم تركيا حكمة الوفاق الوطنية التي يرأث وفيذا الصراج وسمح اخيرا البرلمان التركية بنشر عذكريين في ليبيا ووصل رئيس التركي رجب طيب اردوغاني للجزائر العاصمة اليوم الاحد في زيارة تمتد ليومين وتتناول الوضع في ليبيا التي تشهد هدنة هشة وتمثل اذمة اقليمية تثعى الجزائر للتوسط لحلها ويشمل جدول الاعمال ايضا بحث التعاون الاقتصادي بين البلدين ويرافق اردوغان وفد كبير من رجال الاحمال وبعد الزيارة للجزائر سيتوجه اردوغان والوفد المرافق لها الى كل من جامبيا والسينيغالا عبر عدد من الجزائريين عن غضبهم من قيم الامن الرئاسية التركية بتفتيش القاعة التي تحتضن المؤتمر الصحفي في الجزائر بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظره الجزائرية بالكلاب البوليسية وتسأل احد الجزائريين هل حدث ذلك نتيجة فقدان ثقة في قدرة الجزائر على حماية اردوغان واعتبرها اخرون اهانة لدولة الجزائر وقال بعض المغردون ان اردوغان وصل الى الجزائر بطائرة محملة بكلاب بوليسية ورجال امن لحمايته مشيرين الى انه لا يثق في الدولة التي تستضيفه وكان اردوغان قد وصل اليوم الاحد الى الجزائر وهي المحطة الاولى في الجولة التي تشمل ذيارة عدد من الدول الافريقية ومن بينها السينيغال وغامبيا وفي سياق اخر اعرب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية عن غضبهم من استقبال اردوغان في الجزائر معتبرين ان هدف الزيارة اردوغان هو تطويق ليبيا ومحاثرة اهلها تمهيدا لاحتلالها وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها ان زيارة اردوغان الى الجزائر على درجة عالية من الاهمية كون هذا تشمل توقيع عدد من الاستفاقيات الاقتصادية بين البلدين ومن المنتدر اعلان تشكيل مجلس التعاون التركي الجزائرية رفيع المستوى من خلال توقيع الاتفاقية مشاركة بهذا الخصوص وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي جرت اتصالات مكثفة مع بلدان المنطقة واللاعبين الدوليين من اجل التواصل لوقف دائم لاطلاق النار في ليبيا وركزنا على الخطوات المشاركة وامكانية التعاون مع الجزائر في هذا المجال وصل قبل قليل كل من منتخبي مصر وجذر موريس لمطار الحسن الاول للمشاركة في بطولة افريقيا لكرة القدم داخل القاعة طال العيون الفين وعشرين المنتخب المثري وصف النسخة السابقة يعتبر من الفروق المرشحة بقوة الى جانب المنتخب الوطني للذفر بلقب البطولة القرية فيما يشارك منتخب جذر موريس بعد تعوده لمنتخب جنوب افريقيا المنسحب من البطولة وهذا ومن المنتدر أن تصل بقية المنتخبات المشاركة في كاستفريقيا للثالات غدا ثباحا لمدينة العيون وفي ذات الثياق حطت قبل قليل بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم داخل القاعة الرحال بمدينة العيون للمشاركة في بطولة أمم افريقيا للفوتسال تطال العيون الفين وعشرين المنتخب الليبي سيستهلوا مشوار البطولة بمواجهة المنتخب الوطني المغربية يوم الثلاثاء الثامن والعشرين يناير الفين وعشرين ابتداء من الثاعة تاثع مساء على أرضية القاعة المغطاة الحذامة